اشتركوا في القناة الكاليسيوم والحديد والماغنيسيوم والصوديوم والكبريت ويحتوي التمر ايضا على عدة فيتامينات اخرى بالاضافة الابعض السكريات التي تقوى الكبد كما يعد التمر من اكثر الاغذية التي تمد جسم الانسان بالطوقة والحيوية والنشهود وكما يزيد التمر القوى الجنسية لكل من الذكر والانثى ويعالج التمر ايضا خشونة الحلق ومن اكثر الاطعمة اغذية للبدن واذا تم تناوله على الريق يعمل على قتل الدودة في المعدة كما يساعد التمر ايضا على تكوية العضلات والعصوب ويعمل على تاخير مرحلة الشيخوخة ويعمل التمر ايضا على محاربة القلق العصبي ويعمل التمر ايضا على تنشيط الغدى الدرقية ويعمل على تليين الاوعية الدموية ويساعد التمر على تكوية حجرية المخ ويكافح الدغور والزوغين البصر ويعمل على در البول وتنظيف الكبد وغسل الكلا واذا تم نقع التمر يفيد ضد السعيل والتهبة للقصب الهوية لكن يحذل أطباء الأشخاص المصابين بالسكرية من تناول التمر ويعد التمر من الأغذية المفيدة والمفضلة جدا في البلاد الحرة والبلاد الباردة فهو سهل الهضم فلا يتجاوز وجوده في المعدة عن الساعة الواحدة تقريبا وبسبب جودة الألياف السيلولوزية في التمر يساعد ذلك على التخلص من الإمساك ويعتبر التمر من الفاكهة والحلوة ودواء أيضا يتركب التمر من 21% من الماء ونسبة كبيرة من الفيتامينات و73% من السكريات والياف وبروتينات يمد التمر الجسم بقيمة حارية عالية فهو يعطى القيمة الحارية ذاتها التي يمدها كيلوغروم من اللحم وثلاثة أضعاف من ما يعطى كيلوغروم الواحد من السمك ويحوي التمر مادة تخفض ضغط الدم عن الحوامل ويزود الجسم بالحرورة وهناك فيتامين يساعد على النمو ويقوّل عصوب ويمد الجسم بالهدوء والروحة النفسية لكن ينصح لطبال إنسانا شرب الحليب مع التمر وذلك لتزويد الجسم بوجبة غذائية كاملة متابعين الكروم إذن لهذا الموضوع لعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة مفيدة جديدة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر